لما بنقول الأهلي بمنحضر ما بنتكلمش عن اللعيبة بس بنتكلم عن كل شيء حتى الجهاز الفني شوفنا الفترة اللي فاتت كابتن سامي قمصان قديه قدر انه هو رغم الصعوبات ورحيل مسيماني في توقيت يمكن ما كانش الأفضل تماما وعندك غيابات وعندك توطر وعندك ضغط وعندك وعندك متلاحم اصابات كثيرة لكن قدر كابتن سامي انه هو فعلا يأكد المقولة الأهلي بمنحضر شوفنا مطشاط بصراحة محترمة جدا 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 أداء على الأرض شوفنا تفاني من اللعيبة شوفنا أداء حتى على الشكل مش بس الفني النفسي واضح جدا في الملعب انه هو فيه فرق كبير جدا الروح المعنوية رجعت تاني الروح القتالية رجعت تاني لسه عندنا أخطاء صغيرة أو حاجات أو أمور عايزين يشتغل عليها حقيقي هنتكلم في كل ده لان لازم الواحد يعبر ويتكلم بشكل فيه نوع من الشفافية خلينا نرحب كابتن محمد حشيش نجم الأهل السابق ونتناقش في كل ده يا صباح الجمال صباح الفل صباح الفل ونبسط جدا وخلينا نبتدي بالنهوان ده أشارت لي لأننا فعلا منتكلم على أن دي فترة من زوايا كتير تعتبر استثنائية بالنسبة للنادي الأهلي ابتداء من الرحيل المسيماني ده يشمل كمان شيء من الغموض اللي كان موجود قبل ما يرحل المسيماني إصابات غيابات إلى آخره ومع هذا نقدر نقول أن كابتن سامي أمصان لو مسكناها بالورقة والقلم عامل شغل أكتر من رائع الحياة العبن الآن دلوقتي خمس مباريات تحت قيادته فوزنا في أربعة وتعدلنا في واحدة فتقييمك للفترة الأخيرة دي مبدايا إيه وبعد كان ندخل بها في التفاصيل بص أنا عايز أقولك ده مش غريب على النادي الأهلي يعني لو مسكنا التاريخ كده من زمان أولاد النادي الأهلي بيظهروا في الأوقات دي يعني شفنا أكتر من فترة قبل كده من كذا سنة برضو مدرب أجنبي يمشي كابتن زيزو بقى موجود يشيل الليلة ويعدي بالنادي الأهلي في مباريات وبطولات كابتن فتح مبروك برضو بعض الأوقات محمد يوسف محمد حسام البدري بعد جزيه يعني مرورا بقى بالناس دي كلها لغاية سامي أمصان فالنادي الأهلي ما بيختاره بيختار واحد من ولاد النادي الأهلي بيبقى ده مؤهل للقصة دي مؤهل مش بس فنيا فنيا طبعا بيتعلم من المدير الفني الأجنبي وبياخد منه خبرات وكده إنما شخصيته كمان بتبقى قدرة على إنه يخوض الفريق في أي دروب بيحصل أو أي حاجة تحصل زي اللي حصلت مثلا المشايان المفاجئ طبعا المسلماني فسامي عمل شغل كويس خلال الفترة اللي فاتت عجبني جدا بالتحديد موتش بيرامدس كان واقعي جدا جدا مع فرقة النادي الأهلي حاسس إن فيه إجهاد حاس إن فيه نقص في مراكز ناس تقيلة نقصة بالزاد في حتة الديفنس فلعب بالطريقة اللي هي يعني تناسب ظروف النادي الأهلي في المباراة لعبة مجهدة زي ما قلت فيه نقص كده بلعب فرقة عندها لعبة كويسة خبرات من أحسن لعبة اللي موجودين في الساحة في بطولة الدوري صحيح فابتدى يلعب بالطريقة اللي هي تناسب النادي الأهلي إنه قافل حتة اللي وراء دي خالص إدى البرامدس الحاجة اللي بيحبها اللي هو الاستحواز استحوز زي ما انت عايز وإحنا نقدر نخطف اللجوان اللي جات وفعلاً الكورتين وإن كانت خطرة وطبعاً يعني عايزة تتوزد بزاقك ما هي دي بص ما هي أي حاجة في الدنيا لازم بقى فيها جزء من الرزق كذلك برضو يعني طبعاً اللجوان اللي جبوا ده طبعاً نتيجة الغلطة طبعاً يعني ما بتحصلش كتير وأرجو إن طبعاً الشناوي يتعلم من الخطأ ده ممكن اللعيب مهما كان من خبرات وكده وكابت النادي الأهلي بيفقد التركيز يعني الثواني عايزة أقول برضو إن الحاكم برضو يعني أخطأ في الكورة بتاعت الشناوي دي عايزة لشان ما حملش يعني الشناوي الخطأ كله آه هو خطأ طبعاً وإنه تأخروا كل حاجة إنما فيه بعدها طبعاً ماسكم الفانيلا بتاعة الشناوي حتى الكورة كمان بتاعة رامي مع عبدالله السعيد ما فيش زق ولا حاجة في الملعب وغيب الكورة طبعاً طبعاً فإنما الحمد لله قدينا الغرض المطلوب كسبنا وطلعنا بعد كده اللي بعده اللي هنقابل إن شاء الله بترجد يوم السابت إن شاء الله الماكسة بيأهلنا لنهائي البطولة ودي اسمها بطولة برضو بطولة كاس مصر طبعاً كانت بقى بتاعة أربع عشرين فاتت ما فيش جازمة خلاص إحنا خذنا على كده كله ده كان في بعض بس بالضبط إنما في الأول وفي الآخر بطولة كاس مصر المباراة اللي جاية خلال الفترة الجالة وهنتكلم عليها بما فيهم طبعاً مباراة النهاردة الآن نتكلم إحنا قبل ما نخش على الهوى إن المباراة كلها صعبة كل الفرق اللي بتلعب النادي الأهلي عندها طموح جامد عندها إحساس إن النادي الأهلي بيمر بظروف صعبة الفترة دي نتيجة الناس كلها يعني عارفة الظروف موضوع الإجهاد سواء البدني ولا الزهني والعباء عندها تشبع كامل بقى لها ثلاث سنين بتلعب وبتكمل ما فيش أي رحات ما فيش أي حاجة بتخش من بطولة على بطولة على بطولة يعني أنا بتالي اللعيبة دي ما فيش حاجة في حياتها غير الموضوع الكورة يعني فغصباً عن اللعيب بيوصل لمرحلة كريم بيبقى مش قادر يعني خلاص عايز يريح شوه عايز يغير القصة اللي هو فيها وعلى طول شد عصبي شد عصبي لأن قدر برضو لعبة النادي الأهلي إن حتى لو بيلعب ماتش ودي بيبقى مطالب أن تكساب لي الود وتكساب لي كتير وتبقى كويس طب وقعدين أنا هفضل طول عمري كده يعني ما نفعش أهزر شوية يعني الواحد بيحب كده ساعات يتدلع مع نفسي يهزر نحن نفرحة مش بنيحق نفرحها كل ما نيجي أنا ونهود في حلقة وليسا عندنا مثلا انتصار الليلة القابلة أقلق بالصفحة عشان نبص عن اللي جاي الكلمة المقصورة للنادي الأهلي نبقى إنا سنة في النادي الأهلي اقتوا الصفحة انا عايز أقطع الكتاب طبعا يعني بصراحة النادي الأهلي غير أي نادي طبعا في مصر دايما عليه ضغوطات اللعيبة على طول في كل حاجة في كل تصرف في كل حاجة تشوف حتى اللعيب يعني لو الناس لقت على السوشيال ميديا مثلا حد فيهم راح يعني ينزل مياه في حتة وده مطلوب عشان يغيي يقول لك بس سايب وعندنا مش عارف يعني فهو ده قدر ده محمد صراح نفسه كان مظهر انتقادات لما نزل بصور دي هو علانشو بتاعه رايح تصيف يا بريل يعني طبعا مش من حقه جماعة بيبقى شيء لا منطقي في بعض التعليقات فلا لنا نتفت يعني خلينا بقى نتكلم عن النهاردة ونبدأ كده تحديدا بالمدرين الفنيين طبعا كابتن عبد الحميد بسيوني من الناس برضو مدربين التقال جدا والنهاردة هايكون من المدرّجات بيدير عشان الإقاف اللي كلنا عارفين عنه لكن الفكر متقارب برضو مع كابتن سامي قمصان إلى حد كبير جدا للهجمات المرتدة الدفاع يعني اكتكتوا للدفاع الكلام ده كله فبتشوف بقى زي ما بيتقال كده يعني المواجهة هتبقى ازاي بصي هو طبعا محميد بسيوني طبعا لوتا جروبا قريبة مش من بعيد يعني مع النادي الأهلي لما كان طلع الجيش وطبعا ماتش السوبر وكده ويعني حافظ النادي الأهلي وحافظ لعبة النادي الأهلي هو مدرب كويس من المدربين اللي بتعرف تلعب الفرق الكبيرة احنا طبعا مباراة مباراة كؤوس اللي جاية دي كلها مباراة كؤوس مفيش هزار لازم ايا كان بقى يعني أنا عايز اقول للناس برضو ما نعودش نقول بقى قص الأداء ومش الأداء احنا الفترة اللي جاية لغاية ما ربنا حلها من عنده لأن اتحد الكرة مش يحل هو ربنا اللي حلها من عنده انه لازم يبقى فيه بقى وقفة وفيه موسم استثنائي وفترات راحة كافية للعيبة فإلى أن يحصل هذا اللي أنا بقوله اللي هو الغريب شوية دوت اللي مش عارف هيحصل ولا مش هيحصل لازم يعني قدرنا ان احنا التلاتة بونت بأي طريقة بقى التلاتة بونت يعني لسه بنتكلم احنا على موضوع بيرامدز ومش بيرامدز والنادي الاهلي ما كانش بالشكل المطلوب ومش طريقة النادي الاهلي اللي هو بيأمن ويلعب على هجمات المرتدة انما في الآخر قدى الغرض احنا راضيين بالقصة دي خلال الفترة الجال وغاية ما يجي استقرار وغاية ما المدرب او المدير الفني اللي النادي الاهلي اختاره يجي وشوف ويفكر ويفكر بس انا عندي يعني كلمة لازم اقولها لسامي انت رضيت او ما رضيتش يا سامي لازم تحط دماغك في الولاد الصغري لازم ماهو مش ده حصل بالفعل يعني طبعا الفترة الاخيرة كلنا شفنا ان فيه اكتر من لاعب الحقيقة مش في المستوى المعتاد او الطبيع بتاعه وده منطقي جدا زي ما اتكلمنا نتيجة الايكاد وتلاحم المباريات الى اخيره لكن مسألة الدفع بالشباب هي فعلا مفيدة على كل الاصعيدة صحيح مفيدة للفريق ومفيدة للشباب دول نفسهم تمام يعني الى اي درجة انا عايز اقول لك كريم حاجة هو في الوضع لو الوضع طبيعي انت بتحط الولد الصغير ده في توقيت مناسب توقيت المناسب ايه اللي هو يكون الفرقة مثلا كسبانة وتروح مديله تلت ساعة نص ساعة تيجي بعد بس ده مش حصل مش حصل الفترة اللي دلوقتي ليه لان المتشات كلها صعبة وزي ما قلنا بنقول متشات كؤوس ولازم تلاتة بونت والجمهور مش هيرضى على بطولة الدوري السنة دي مش اوبشن تاني يا كابتن هشيش خالص خالص فطبعا المدير الفني بيبع عليه برضو ضغط فلازم يجمد شوية ليه لان انا زي بقولك انت غصبا عنك رديت ولا مرضيتش انت لازم هتلعب الصغيرين لان انت عندك دلوقتي لعبة انا شايفها مقتولة تعبانة تعبانة انت لو شفت المتش اللقاب اللي فات علي معلول وهو بيشاوره خارج من الملعب هو مش قادر يوصل للخط عشان يريح مجهد تعبان جدا ده يعني الراجل بيلعب ستاندنج الناد الاهلي بقاله كذا سنة ما بيخيبش ماتش غير متخب تونس فالرجل ده تعبان يعني ايه اللعبة وصلت لمرحلة كمان انهوان ده ايه انه منفعش وقلك هدي له راحة اربع ماتشات مش هلعبه الماتش الجاي لا مش حكاب فيه برضو ليه الماتش الجاي انت عارفة لان الماتش الجاي كل يومين كل يومين فدي مش راحة بالنسبة له ممكن نديك ساعتين راحة بزاب ساعتين تأيين شوية ونجيبك فالقصة دي مش هتقي يعني لازم الولاد صغيرين لازم يعني لازم يجمد ولعب يدي 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 فيه ناس اثبتت انها كويسة زياد لعيب كويس لما اخد لعب كويس قوي فيه كوكا لعيب كويس كوكا الماتش اللي فات كان من افضل ثلاثة تقريبا في المباراة عنده محمد عبد المنعم لعيب كويس او في الباكليفت لازم يدي له ماتش واثنين عشان يبقى كويس قوي وسريع وشويت يعني انا نقصد انت عندك كل ده مهم لعيبة كمان لو هترجع بالزاكرة ايام كسل لا انا نرجع خلينا ندفع الفاصل ده ونرجع بالزاكرة ونرجع بعد كم الكلام يا اهلا بكم عودة من جديد ليه ثاني وآخر فقرات الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الاهلي الفقرة اللي بنوارنا بنخلالها كابتن محمد حشيش واللي بنتكلم معاه عن كتير من الامور المتعلقة بالنادي الاهلي وكلمة الاجهاد اتقالت كتير قوي في سياق حوارنا مع كابتن حشيش وعلى ذكر التفصيلة دي كنت بقول لحدك من شوية ان في الفترة الاخيرة لاحظنا ان فيه اكتر من لعب مش في مستوى العادي نتيجة الاجهاد المفرط نتيجة التلاحة والمباريات الى اخره من ضمن الناس اللي كان مستوىها بيطلع وينزل عمر السولية وقاليو ديانج ويمكن ديانج كمان كانت اوضح عنده الحكاية دي ان كان فيه فترة تكاد تكون مش حاسس بوجوده في الملعب وبعدها بفترة ترجع تشوف العادي اللي انت بتشوفه من ديانج ليه بقى تفسير الموضوع ده ليه بقى لان المركزين بالتحديد اللي هما الديفندرات بتوع نص الملعب معروف في الناس اللي طبعا في وسط الكورة وعرفها ولها علاقة بالمجال اكتر ناس بتجري في الملعب يعني عليه ادوار كتيرة جدا جد يعني ممكن مثلا المساك لحد ما البكين الطرفين واحد بيكمل واحد بيستنى انما اتنين بتوع نص الملعب ما بيقفوش ثانية فعشان كده اكتر ناس كانوا مجهدين وبان عليهم الاجهاد شوفنا ديانج وشوفنا السلاء وشوفنا حمدي فاتح برضو لان هما التلاتة دول كمان كانوا بلعبوا باستمرار خلال الفترة الفاتح مع موسيماني بيلعب بالتلاتة يعني كان برضو فترة قبلها بيلعب باتنين واحد قاعد برة بغير لما كان بيلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد انما لما لعب بتلاتة في نص الملعب فكانت ثلاثة موجودين فطبعا مفيش راحات ليهم عشان كده كان اكتر ناس بتبقى مجهده شوفنا السلية بوصل لمرحلة كان مش قادر وبعدين خلي بالك ان دولار بالتحديد كمان اساسي من منتخب مصر فبرضو خلال الفترة اللي فاتت كانوا تصفيات والكاس العرب وكاس الامم والثلاثة كانوا بيلعبوا اتنين وطبعا ديان جماعة منتخب بلده فاكتر ناس كانت مجهده كذلك برضو كنا بنتكلم على علي معلول نفس القصة برضو لانه برضو لعب اساسي ولعب منتخب تونس وكده فكان مجهد فالناس دي تعبت تعبت يعني برضو فترة من فترات بس يمكن كان قابلهم شوية افشة افشة الناس كتيرة عملة تقول يا جماعة افشة ومستوى ونزل مهونت فلو تبص على افشة برضو الراجل كان البلاي ميكر الوحيد في النادي الاهلي لفترة طويلة لفترة طويلة من ايام القضية ممكن وهو شغال 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 والدنيا صعبة برضو بالنسبة له فلازم برضو مجهد مجهد لانه كمان افشة برضو من نوعية العيبة اللي بنزل استلم الكرة هو الربط ما بين الدفاع والهجوم بينزل وصنع العاب وهداف فترة كبيرة من الفترات فبردو كان مجهد محمد شريف منساش برضو يا جماعة كم جاري يعني انت لو تشوف محمد شريف الموتش بتاع بيرامتز من الملعب يمكن عشان اللي بيتفرجوا على الشاشة بتبقى الكادر بس بيجيب لك ما تجيب لكش تحركات بقية الملعب هو ما بيبطلش جاري فبردو عليك كم اجهاد غير عادي فعشان كده برضو هنرجع لما رجوعنا ان لازم يبقى فيه تطعيم بالعناصر اللي موجودة في النادي الاهلي لان انا شايف ان فيهم ناس دلوقتي مؤهلة بدنيا وفنيا وخلاص كسرت حتة حجز الخوف انها تشترك مع الفري الاول وبعدين احنا برضو خلي بالك نستغل برضو حتة ان كده كده مفيش جمهور فمفيش ضغط جمهور في الملعب وما لو كان فيه جمهور في الملعب يا جماعة كان لعيبة الصغيرة دي لعبة امتى بقى ده اللعيب زمان ما كان خطواته الاولانية للفرقة الكبيرة ببقى بترعش فبعدو حتة ان يمفيش جمهور دي تقدر تديلك يعني الجرأة تلاعب الناس طيب ممكن نروح شوي المنتخب مصر لان لازم يعني ما نعديش عشان الوقت بيجري دلوقتي منتخب مصر لسه مازال الموضوع فيه غامض وسمعنا عن مدرب بورتغالي وسمعنا هذا المدرب البرتغالي كيروش قال له اوعى تروح تدرى منتخب مصر اه يعني خلينا تكلم بصراحة وكان معنا النهاردة مدخلة من ميلان مع ناقد صحفي واكد لنا كان احمد صبري واكد لنا هذا الكلام فدي نقطة فكرة ان كيروش يعني بهذا الشكل عنده غضب من تجربته او يعني مش عايز حد قريب لي تجرب التجربة مع منتخب مصر حاجة تانية والاسوى الاقرب حاليا لتدريب منتخب مصر هو هذا المدير الفني السويسري فبتشوف ايه الدنيا لان الموضوع غريب انا بشوف الدنيا متلخبطة جدا جدا بصراحة طبعا الطلع وتعمل من اتحاد الكورة برغم ان انا في الاتحاد زي ما انتم عارفين انا ما اتكلم دائما براحت لان ما ينفعش لازم ما فيه مصدقية في الكلام ايه صح كله مسكنات لان انت لما فجأة ما فيش فلوس وبعدين فجأة هجيب اربعة من روح ده اللي هي عمرها ما حصلت في تاريخ مصر يعني في تاريخ مصر عمرنا ما جبنا اربعة هجيب مدير فني منتخب مدير فني اتحاد مدير فني منتخب اولمبي راجل اللي يمسك التحكيم اجنبي طب الفلوس دي يا جماعة هتيجي ازاي وبعدين يمكن فيه عرض السؤال يا كريم اللي اهم انت دلوقتي هل هتجيب الناس دي كلها من مدرسة واحدة وده المنطق بيقول كده ما بقاش واحد شغال في ناحية مدرسة المانية عامل قصة معينة كله مية واحدة برضو طبعا واحد برتغالي واحد مش عارف يعني لازم يبقى كله فك لان انت المفروض ان انت بتعمل انت مش جاي تبص لشهرين ثلاثة اللي جايين البطولة اللي جاي انت المفروض جاي تعمل مشروع للكرة المصرية خلال فترة اللي جاية صحيح لغاية كس العالم اللي جاي اللي هو كمان اربع سنين فالناس دي هتبقى مرتبطة ببعضها يعني المنتخب الأولمبي ده مرتبط ارتباط وثيق بالمنتخب الكبير طيب مدير فن الاتحاد مدير فن الاتحاد ده مسؤول عن تنظيم مسابقات الاتحاد كلها على مستوى الناشئين والبرائم وهو ده العلاج الامثل للكرة المصرية انك تبدأ من القعدة من تحت طيب الراجل ده اولا انا في رأيه ما ينفعش اجنبي ده مبدئيا يعني لان طبيعة مصر والرياضة المصرية والكرة المصرية وظروفنا غير قصة في ألمانيا وفي انجلترا وكلام ده كله يعني احنا مثلا عندنا مشكلة ملاعب اللي هي الاساسية مفيش في ألمانيا مشكلة ملاعب بالنسبة للعيبة ولا في انجلترا ولا في كذا ولا في كذا طيب احنا في مشاكل كمان لو عادت احكيها لك يعني هتاخد حلقتين تلاتة الراجل الاجنابي ده مش هيستوعبها فبالتالي هحل ازاي طيب الله مش قادر يستوعبها او مش عايشها طبعا لانها مرتبطة او معنوش قلية لحل المشاكل مرتبطة كريم بحاجة لازم حل اقتصادي وامكانات مادية وحاجات فما ينفعش وده طبعا لو انت عايز تتكلم على اربع سنين طيب هل الراجل اللي جاي ده انت عايز منه ايه عايز منه البطولة الامم الافريقية اللي جاية ولا عايزه وعمل لك فريق لان طبعا متوسط الاعمار في منتخب مصر ابتدى يبقى كبير فانت عايز تعمل يعني تنزل بالسن شوية عشان تيجي بعد اربع سنين تبقى عندك منتخب قوي صحيح ولازم تبقى اهل الناس للكلام ده هل هيطلعوا يقولوا الكلام ده يا جماعة محدش يقول لنا بقى البطولة اللي جاي واحنا منتكلم على كاس علم اللي جاي فكل الناس اللي جايبها دي كلها طب يعني طب وبعدين لغت وبعدين لغت النهاردة انت ما جبتش حد يعني المؤتمر اللي تعمل بقى لوقت دي لغت دلوقتي مش حاجة خالص طيب ده انت عندك بطولة جاي او تصفيات خلاص قربت في شهر تسعة طب هتعمل ايه فالقصة دي بيني وبينك يعني انا شايف يجب ان تحل بصراحة لان كده كتير ايكا بتنقشيش الموضوع كل ما المدة بتزيد الموضوع بياسوق زي موضوع النادي الاهلي يعني في عجلة كده سريعة يعني طيب الضجة اللي حصلت دي كلها والتصريح اللي جاي من الشباب والرياضة ان فيه ادانة لناس معينة في الاتحاد وفيه موضوع الخطور وفيه كذا 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 طيب سمعنا عن اي حاجة حصلت طب ايه يعني مفيش حاجة حصلت بس احنا كنادي اهلي عملنا الاجراءات المطلوبة مننا مفروض بقى على السعيد التاني يتم الاجابة زي حالي بطولة الاستجابة لو كل مشكلة حصلت وكل واحد عمل زي النادي الاهلي لو ما حصلش حاجة طب ايه المطلوب ما انا هعمل ايه اكتر من انا بقدم او بطالب بحقي المسؤولين لازم ياخدوا قرار وما يعتمدوش ان الموضوع ايه غلطة وتعادي اصل المخطئ لو حس ان هو ما تعقبش حاجة كبيرة زي دي صح متعلقة بمصلحة بلد بقى مش مصلحة فرقة طبعا هيجي المرة جاي وقال لك ايه يا عمان ديني هتنام انت بتكلمي في ايه وعملالي زيطة وكذا ما خلاص الموضوع نس نسي هعمل بقى برحتي المبدأ المعتاد من قديم الازرة كبير الحشيش من امن على العقاب ايوة بالزبط بالزبط طب انت عمر ما هيبقى فيه اصلاح اللي لازم فيه قرارات وقرارات راضعة عشان يبقى فيه اصلاح صحيح عقاب للمخطئ وفي نفس الوقت قرارات جريئة بتخش فيه المضمون انما تخش من حوالي المضمون اسكت الناس اجيبه عمان اجيب مدرب اجنبي الموقع اللي حصل مع كيروش خلى يعني كلام عليك كاتحاد كورة وكمصر صعب شوية لان برضه الناس كلها بتعرف كل حاجة فطبعا المدربين بتادي يقولون بعضهم ما تروحش يا عمد انت بص مهما هتاعمل بص يا كابتن حيش ولك على حاجة اللي فات مات نتمنى اللي جاي يكون افضل لانه ما عندنا اوبشن ان اللي جاي ما يكونش افضل وخلينا نشوف ولازم المواضيع اللي حياتي ذكرتها الهنا وهنا لازم يحسنوا خلال الايام اللي جاية ان شاء الله خير نيجي لحد الجاي مع حضراتكم شكرا كابتن حجيش نورتنا شكرا لكيب كان الاسبوع رائع ومليء والله بالاخبار الحلوة الخاصة به كمان النادي الاهلي ان شاء الله نختمه النهاردة بفوز حلو جدا واداء رائع على سموحة بإذن الله على كل حال نشوف حضراتكم نهاية الاسبوع لحد الجاي وعشر صبح في الاهلي مع السلامة موسيقى